يعني خلينا اتكلم مع حردك في فكرة احنا كنا بنتكلم عليها في الانترو في الاول خالص ان فكرة الرجل التاني وصلاحيته ان هو يبقى مدير فني بشوف ان حردك كنت في فترة من الفترات رجل تاني ونجحت في مهمة الرجل التاني بشكل كبير مع الكابتن جهري ومع اسمها تانية كمان كتير ثم بعد كده توليت مدير فني ومدير فني النادي الاهلي مش مدير فني لأي نادي اه طبعا حردك دربت ان دها تانية اتحاد شرطة وغير وغير واسمها تسويس اعتقد لا لا مرأة اتحاد الشرطة ومرأة جامورة شبين ومرأة جامورة ومرأة شرقية اه ان دها كتير جدا لكن طبعا ابرز على اطلاق الاهلي وحصول حردك كمان على بطورة الدوري في وقت كان صعب جدا افتكر يعني فكرة ان الرجل التاني يصلح كمدير فني ويقدر ينجح ولا بتبقى مختلفة ما بين مدرب لاخر وفي مقاومات معينة لازم ان هي تتوفر في المدرب نا انت قلت حاجة كويسة في مقاومات في مقاومات شخصية ليه المدرب او الرجل التاني رجل التاني النهاردة لازم يكون عنده شخصية لازم يكون عنده رأي النهاردة لازم يكون النهاردة بيفهم كويس جدا في شغل الكورة بيفهم جدا كويس في التشكيل بيفهم كويس جدا في كل لعيب بيقدر بقدرس كل لعيبة أنت نهاردة بتنقل الصورة النهاردة بتنقل الصورة لمدير الفني يعني بتنقل الصورة لمدير الفني وبناء عليها أنت بتستفاد من مدير الفني بتستفاد منه النهاردة خبراته يمكن أعلى منك بتستفاد منه تكتيج بتستفاد أسلوب لعب بتستفاد حاجات كتير قوي يعني أنا مثلا ما عاشت مع الكابتن جار رحمة الله علي استفادت منه حاجات كتير قوي بتعادت مع الكابتن جاري كتير أنا اشتغلت مع الكابتن جاري وأنا عندي 15 سنة وأنا عندي 15 سنة اتمرنت تحت إيدي تحدي لو طلع فاكر اتحاد الجيش في كبرى الأوبة وأنا 15 سنة لا حمد شرط لا اتحاد الجيش كان في كبرى الأوبة لأنه كان زابد جيش رحمة الله عليه اشتغلت مع أنا 15 سنة اشتغلت سنة 85 مع كابتن جواري في قناة الفريل الأول في النادي الأهل في النادي الأهل 84-85 84-85 اشتغلت مع كابتن محمود الجواري رحمة الله عليه برضو في 89 كسل عالم 90 إيطاليا اشتغلت برضو الفترة بعدية مع كابتن محمود لحد يمكن 98 98 وكملنا فترة كسل قرات 2002 كسل قرات اه يعني اشتغلت معاه فترة كبيرة استفدت منه 98 وكسل قرات وبعد كده مشيت وبعد كده وبعد كده رجعت لا انت عرضك مرجعتش معافة للتصفيات مرجعتش انا بقى 2002 اه اتنقلت اشتغلت الواحني كمدير فني كنت وقتها شايف ان دي خلاص المرحلة لابد ان انت تكون وقتها مدير فني خلاص بقى يعني احنا حتى حسنا ان احنا كوضعنا في اتحاد الكورة ووضعنا كمنتخب لا فين ممكن هيدخلوا حد جديد او مدير فني جديد وامور دي كلها فانت جاءت بقول تشتغل مدير فني لوحني طيب اصعب فترة انت اشتغلت فيها مع الجهري هل فترة مونديال 90 ولا فترة 98 لا اي مونديال 90 مونديال 90 احنا ممكن قبل القرع قبل القرع احنا كنا قاعدين في دار الدفاع الجوي وكاتل معسكر مغلق للعيبة كلها اما جات لنا القرع اما جات لنا القرع وعرفنا ان احنا هولندا وانجلترا وارلندا دي مش عايز اقولك يعني اصابنا الهلع عارف الهلع انت بتلعب النهاردة مع هولندا واخدب بطولة ام الاوروبية 88 بالزبط بتلعب مع انجلترا النهاردة برضو كان لها باع في كاس العالم بتلعب مع ايرلندا ايرلندا يمكن اه مش عساحد مش عساحد كاس عالم قوي ولكن فرقة من الفرقة اللي كانت دائما تقلقك دائما تقلقك لان انا رحت اتفرجت عليهم رحت ايرلندا محمود الجوار يبعتني ايرلندا ورحت اتفرجت عليهم وقالت له من اشرص الفرقة اللي هتقابلنا فرقة ايرلندا ازاي مش قلتونا بقولك كده اجسام وفتنس واسلوب لعب وكل هزي الامور هتتعبنا جدا لدرجة لو تفتكر ان احنا تماتش ايرلندا لعب تبطر 90 دقيقة ما تحرقناش 90 دقيقة والراجل شد في شعر والراجل شد في شعر وقال لك انا اول مرة شوف فرقة بتلعب كده وكلام من ولكن طبيعة لعبهم واسلوب لعبهم خلنا كده فالمرحلة الصعبة فاكت مرحلة كاس عالم فاكت مرحلة كاس عالم دي فاكت صعبة جدا يعني مش عايز اقولك احنا هولندا نزلين سخن نزلين سخن بصنا اللعيبة كده زهلنا وبعد حاجة تانية التوقعات توقعات كده قبل الماتش كام تمانية في ناس قالت تمانية في ناس قالت ستة سفر وفي ناس قالت ارقام كتيرة لان زي مرتلتها هولندا هذا بطولة الاموروبية وكان فيها ايه كان لعيبة فان باستن وجولت وكان ناس العبيبة انتخب مصر وقتها عملوا ايه لما شافوا خالت وفان باستن وكومن وريكر مين كانت واحد عندنا جمال عبد الحميل لا هاني رامز هاني رامز كانت واحدة من عندنا يعني كان هما ما شاء الله يعني بالنسبة له الهاني بالنسبة لهم برضو ايه ولكن يمكن والله العظيم يا اسلام فمرحلة التسخين واحنا هزلين من ملعب والله انا فاكر كويس قلتليم ولا يهمك رجالة سيبك من الاكسام احنا نلعب كورتنا وروحنا هتلاقي الامور بقت كويسة بالنسبة له